السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحفظكم الله ورعاكم حديثنا اليوم تدبر لصورة الفاتحة هذه السورة التي نصلي بها كل يوم في صلواتنا والتي يحفظها الجميع نريد ان نتعرف عن حقيقتها ونتعرف عن اسرارها ونتعرف عن احكامها ونتعرف عن بركاتها يقول فيها ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السورة هي من أعظم ما نزل في كتاب الله تعالى وفيها من الأسرار الشيء الكثير نريد أيها الأحباب الكرام أن نتعرف عن هذه الأسرار والحكم والأحكام والمقاصد ونربطها بحياتنا نربطها بواقعنا المعيش صورة الفاتحة تسمى بفاتحة الكتاب لماذا؟ لأن المصحف الشريف افتتح بها وأيضا لأن الصلاة المفروضة تفتتح بها كل الصلاوات تفتح بصورة الفاتحة وتسمى بصورة الحمد لأن أول ما فيها الحمد لله رب العالمين ربنا يريد أن يسمع الحمد من كل البشر وتسمى صورة المناجات لأن فيها مناجات بين الله جل جلاله وبين عباده وتسمى صورة التفويض لأن المؤمن لما يواجه معركة الحياة ومشاكل الحياة ويغلب فإنه يفوض أمره إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين تسمى أيضا بأم الكتاب وبالسبع المتاني وتسمى بالشافية لأن فيها شفاء من كل سقم الكثير من المرضى الذين يمرضون ممكن أن يقع لهم الشفاء بصورة الفاتحة وهذا أمر مجرب وتسمى الشافية والواقية والكافية والوافية وتسمى بصورة الرقية فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يرقوا أنفسهم مرضاهم بها وهذه السورة فيها الكثير من الخيرات والكثير من البركات فهي الشفاء للأبدان والشفاء للقلوب كما قال صاحب مداره السالكين هذه السورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان المسلمون ضعفا عددهم لا يتجاوز الأربعين نفرا وكانوا هقراء وأرقاء ومستضعفين وفي تلك اللحظة لما نزلت هذه السورة كانت مكة المكرمة وما حولها من بلاد العالم كل العالم كان مليئا بالعقائد الباطلة والتصورات المنحرفة والعادات السيئة كان هناك من ينكر وجود الله وهناك من ينكر البعث والنشور وهناك من يشرك بالله ويعبد معه الأصنان والأوتان وكانت القيم الأخلاقية في أسفل سافلين انتشر القتل وسفك الدماء وانتشرت الربا وشرب الخمر وإقامة الزنا وغيرها من الظروف والعادات والصور المقيتة جاءت صورة الفاتحة ونزلت من السماء لتعالج هذه العقائد الباطلة وتصحح المعتقدات وتغرس في نفوس المؤمنين العقيدة السليمة والأخلاق الحسنة والتربية الطيبة هذه الصورة صورة الفاتحة هي ركن عظيم من أركان الصلاة فالصلاة لا تصح إذا لم تقرأ بفاتحة الكتاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية أخرى قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 ثلاث مرات أي غير تامة أي صلاة صلى الله الإنسان ولم يقرأ بها بصورة الفاتحة فهذه الصلاة غير تامة هذه الصورة العظيمة من حيث موضوعاتها اشتملت على عدة أغراض أول شيء جاءت تغرس في النفوس التوحيد الصحيح لما نقرأ سورة الفاتحة ونرددها فإن ربنا يغرس في قلوبنا التوحيد الصحيح توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما ذكرها علماء العقيدة وذلك لما يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الألوهية ربي الربوبية العالمين الرحمن الرحيم أسماء والصفات ثم تغرس في قلوب العباد التذكير باليوم الآخر الذي يقف فيه الناس بين يد ربهم يوم القيامة فيحكم لهم بمصيرهم وذك في قوله تعالى ملك يوم الدين ملك أو مالك يوم الدين فهذا معناه إقرار بالبعث والنشور واليوم الآخر والوقف بين يدي الله تعالى وتغرس في نفوس الناس عبادة الله تعالى بالمفهوم الواسع فلما نقول إياك نعبد إياك نعبد نغرس في قلوبنا اللا معبودة سوى الله تعالى وتغرس في القلوب الاستعانة والتفويض لله عز وجل أن نرجع في جميع شؤوننا إلى ربنا عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين ثم كل مرة ندعو فيها الرب جل جلاله أن يتبت أقدامنا على الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها التمني تمني أن ينعم علينا الله تعالى بصراط المنعم عليهم هم أهل الفوز والفلح وأن يجنبنا يجنبنا المغضوب عليهم والضالين وحسب تفسير العلماء فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى كما سوف نشرح ذلك إن شاء الله هذه الصورة صورة الفاتحة هي بمثابة افتتاح التخاطب مع الخالق عز وجل في كل صلاة لما نقرأ بالفاتحة ربما جميعنا جميعنا يقرأ بالفاتحة ولكن الكثير منا تخفى عليه الأسرار أريد منكم أيها الأحبة الكرام أن تتأملوا معي هذه الأسرار وتغرسوها في عقولكم وقلوبكم لكي نشعر بجمالية وعظمة صورة الفاتحة هي بمثابة افتتاح التخاطب مع خالق هذا الكون فقد قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فلما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي لما يقول الرحمن الرحيم يقول أتنى علي عبدي لما يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي ولما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم لما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء ربنا يقول هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل وإذا أعطاك الله أن تمر على الصراط المستقيم يوم القيامة فقد نجوت وفزت فوزا عظيم لما نقرأ صورة الفاتحة يشرع أن يقول الإمام والمأموم بعدها نقول آمين لما ننتهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين وهد آمين يقولها اليهود في صلاتهم آمين ويقولها النصارى أيضا وما معنى آمين هي عند جميع الأديان معناها اللهم استجب لدعائنا قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من نبيه فما معنى أيها الأحب الكرام الفاض ومعاني هذه الصورة المباركة صورة الفاتحة لما نقول الحمد لله رب العالمين الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والفعظيم فالله تعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله الحمد لله تناء أتنى به الله تعالى على نفسه ربنا يتني على نفسه وفي ضمنها يعلمنا نحن العباد أن نحمده فربنا هو المستحق للحمد وحده لا شريك له هو الذي خلق الوجود وقدر الموجودات وهو الذي يتصرف في جميع خلقه وهو المربي لهم وهو المكرم لهم بصنوف النعم فكأنه قال قولوا قولوا الحمد لله نحمده تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وهذا الحمد يكون بالجنان أي بالقلوب ويكون باللسان ويكون بالأركان وينبغي أن تنقاد القلوب لهذا المحمود فيكون هو المعبود وحده قيل بأن أول ما نطق به آدم لما خلقه الله تعالى أول ما نطق به آدم أن قال الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك الله وأول من يدعى إلى الجنة من العباد يوم القيامة هم الحامدون الذين يكثرون من الحمد هؤلاء هم أول من يدعون إلى الجنة لك يقول الحمد لله على كل حال أصابته سراء يقول الحمد لله أصابته ضراء يقول الحمد لله الحمد لله على كل حال وآخر دعوة أهل الجنة أن قالوا الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأهل الجنة لما يرون النعيم المقيم دائما يقولون الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أهل الجنة لما يدخلون الجنة ويرون النعيم الذي ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعيم عظيم ترهم يقولون بصوت واحد أهل الجنة رجالا ونساء كلهم يقولون لما يراء النعيم والخير والأمان والسلام والكرم الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله ويقولون بعدها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور فنحن أيها الأحباب الكرام لما نقول الحمد لله رب في كل صلاة فإننا نستعد لدخول الجنة بإذن الله وننسى هذه الدنيا هذه الدنيا بآلامها هذه الدنيا بأمراضها هذه الدنيا بأسقامها هذه الدنيا بفقرها هذه الدنيا بظلمها كل ذلك سوف ننسى لما نرى النعيم الخالد في جنات النعيم نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صاحب لواء الحمد وهو صاحب المقام المحمود هذا معنى الحمد لله رب العالمين ربي ربي ما معنى رب يعني أن الله تعالى هو المالك المتصرف في كل شيء الربوبية لله هناك ربوبية عامة لله بأن خلقنا وأنعم علينا ودبر الأمور هذه ربوبية عامة لكل المخلوقات فلا أحد ينكرها كل من سألته من يحرك الرياح ومن يمسك السماوات أنتقى على الأرض ومن يمسك الكواكب ومن يعطي الإنعام ومن يحكم التتبير هذه ربوبية عامة الكل لا ينكرها وهناك ربوبية خاصة هذه تكون للمؤمنين فقط الله تعالى يربي أولياءه بالتربية الخاصة والهداية والإصلاح والتوفيق والسداد والحفظ والنصر عند الظلم ينصرهم الله نصرا عظيمة الحمد لله رب العالمين العالمين هو جمع عالم يعني كل ما موجود سوى الله كل العالمين هم كل ما سوى الله فكل ما سوى الله تبارك وتعالى هو مربوب له تحت تصرفه وتحت قهره والعوالم كلها من سماوات وأراضين وبحار وبر وإنس وجن كل واحد عالم الإنس عالم والجن عالم والسماوات والأراضين عالم والبر عالم والبحر عالم وكل صنف من أصناف الحيوانات عالم وكل صنف من أصناف النباتات عالم وكل الأفلاك والملائكة والجبل والرياح والسحب والمياه وكل عالم فسبحانه وتعالى الخالق لكل شيء الذي قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمتالكم كل ذلك عوالم ربنا خلقها وأنشأها من عدم تبارك الله أحسن الخالقين وهو الذي يملك بقاءها وفنأها وهو الذي يعطيها حركاتها وسكنتها سبحانه وتعالى فهذا معنى الحمد لله رب العالمين والواجب علينا أيها الأحبة الكرام أننا نكثر من الحمد والشكر لله تعالى هو الذي أنعم علينا بهذه النعم كلها قال تعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فكل ما ننعم به هو من عطاء الله انظر حولك فراشك بيتك سيارتك زوجتك أولادك كل ذلك هو عطاء من الله ألا يستحق من هذا الرب الحمد والشكر أن نكثر من الحمد والشكر وقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ربك يزيدك من الخير ويزيدك من الأمام ويزيدك من السلام ويزيدك من العطاء ويجعل البلد آمن مطمئن ويجعل الناس متحابين مسالمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بعدها قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما معنى الرحمن الرحيم الرحمن يعني وسعت رحمته جميع الخلق كل الخلق المؤمن والملحد والمشرك والكافر وكل الخلق ربنا الرحمن يرحم الجميع الإنس والجن والحيوانات الرحمن عام شامل لكل الخلق الرحيم خاصة بالمؤمنين الرحيم خاص بالمؤمنين الله تعالى يكرمهم قيل بأن من أسباب نزولها أن أبا جهل لما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة يناجي ربه يقول يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم بدأ أبو جهل يسخر فرجع للمشركين وقال إن محمدا يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إله آخر مرة يسميه الرحمن ومرة يسميه الرحيم محمد المشرك يدعو بآله متعددة فنزل قول الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة هذه أسماء الله وصفاته الحسن الحميدة وهو سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن على العرش أستوى له الكبرياء وله الهيبة والسلطان والتذبير وهو الرحيم هذا وصف ربنا عز وجل وصف به غيره أما الرحمن فلا يصف به إلا الله وحده أما الرحيم ممكن أن يصف به غيره كما وصف النبي الكريم بأنه طيب القلب وحسن المعامل مع أتباعه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالرحمن الرحيم هما من أسماء الدات العلية والرحمن خاص بالله الرحيم ممكن يتصبه العبد وكل من كان يردد الرحمن الرحيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن آثار رحمة الله هي ظاهرة في كل شيء كل ما في الوجود هو من رحمة الله تعالى يكفي أن الله تعالى خلقنا من عدم وأعطانا الهبة في الحياة وهب لنا الحياة وأعطانا الاستعداد الكامل للحياة والتعليم والتعلم وأرسل إنا الأنبياء والمرسلين وبعت علينا بكتب وعلمنا أسماءه وصفاته وسخر لنا الشمس والقمر والليل والنهار وبسطنا الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وأعطانا المطر وأعطانا الفواكه والأقوات والمرعب أعطانا الله تعالى الكثير من الخيرات سبحانه وتعالى وسخر لكم الفلكة لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هكذا معنى الرحمن الرحيم فرحمته واسعة وهو رحمن ورحيم بكل الخلق لكن بعض الناس يقولون رحمة الله تعالى هي ليس لكل الناس هي للمؤمنين لأن البعض قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون للذين يتقون لأن إبليس لما سمع بأن الله رحمن رحيم ورحمتي وسعت كل شيء قال يا ربي أنا شيء هل ترحموني فقال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فالذين يتبعون النبي الكريم الذي يجدون مكتوب تعين في التوراة والإنجيل هم المرحومين فقط دون غيرهم ثم قال بعد ذلك مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين حسب القراءات الملك هو لله تعالى فلا مالك إلا الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فالملك هو لله تعالى لكن مجازا نطلق الملك أو الملك على بعض الأشخاص بعض الخلق كما قال الله تعالى إن الله قد بعت لكم طالوت ملك وفي وفي قصة سيدنا يوسف قال عن ملك مصر وقال الملك إيتوني به أستخلص النفس فالملك ملك البشر هو مؤقت ومحدود وقاصر أما ملك الله تعالى فهو كامل فالمالكية لله وحده سبحانه وتعالى فهذا من أسماء المشترك بين الخالق والمخلوقين الملك لله تعالى أما الملك الخاص بالله فهو يوم القيامة لما يكون كل شيء خاضع له كما قال عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا ظلم اليوم فالملك الحقيقي هو لله عز وجل قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب الله تعالى سوف يحشر الناس كلهم في هذا اليوم العظيم لما ينفخ في الصور ويكون الحشر والنشر ويبعث الناس إلى ربهم وهناك سوف يلقى الأبرار حسناتهم ويلقى الأشرار فيقول عن نفسه أنا الملك أنا الديان مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم البعث ويوم النشور وهو الذي سوف يخضع فيه الجميع لله تعالى الفقراء والأغنياء الملوك والرعاية الكل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة بعد ذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز إياك نعبد وإياك نستعين هذه جاءت في وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هاتان الجملتان هما سر الشفاء وسر خلق الله للإنس والجن والملائكة والسماء والأرض وما بينهما لماذا خلق الله الخلق خلقهم لهذه الغاية أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين أيها الأحب الكرام والله وبالله وتالله أقسمو غير حانت من أراد الحياة الطيبة من أراد أن يغلب ولا يغلب من أراد أن لا يقهر من أراد أن يغنيه المولى من أراد أن يبقى دائما كلمته مسموعة ورايته مرفوعة ورزقه متصل غير منقطع هذا هو سر سر القرآن سر القرآن في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين قال الإمام الحسن البصري أنزل الله مئة وأربعة كتب وجمعها في أربعة من الكتب الكتب المنزلة من السماء على الأمبياء والمرسلين هي مئة وأربعة وجمع كل هذه الأربعة لخصها الله تعالى في أربعة كتب هي التوراة والإنجيل والزابور والقرآن وجمع هذه الأربعة كتب في القرآن يعني ما في التوراة وفي الإنجيل والزابور كله في القرآن وجمع القرآن كله في صورة الفاتحة وجمع الفاتحة كلها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين أي نوحدك ونطيعك خاضعين يا رب لا نعبد سواك نحبك بالخوف وبالرجاء وبالمحبة فالعبادة معناها تدلل وخضوع إياك نعبد وحدك لا شريك لك والغاية من خلق الإنس والجن هي تحقيق العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجمع الرسل إنما كانوا يعمرون أقوامهم بالعبادة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذه العبادة لكي تكون مقبولة لا بد أن تكون خالصة لله لا رياء ولا سمعة تريد بها حب الله ووجه الله والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة على سنة النبي الكريم وهديه القويم لأنه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة نخصك وحدك بالاستعانة أنت يا ربي هو الذي نستعينه العبد لما يقع له ظروف صعبة ويواجه مشاكل في الحياة ومتاعب يقول يا رب إني عبد ضعيف عاجز والفضل وحده يرجع إليك وحدك يا ربي أنت الذي نستعين بك لا حول ولا قوة إلا بك فلما يقول العبد هذا الكلام بينه وبين ربه الله تعالى يبدل عسره يسرى ويقرب الله البعيد ويعينه الله تعالى لتحقيق المطالب لهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وكل عمل لا يكون فيه وجه الله تعالى فهذا مردود على صاحبه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا فجعلناه هباء منتورا وربنا سبحانه وتعالى من فضله ومنه يقبل العمل لما يكون خسر لوجهه أما إذا كان العمل لغير الله تعالى فهو كله مردود ربنا يرده سبحانه وتعالى فقد قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فإياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء من أراد أن يدفع عنه الرياء تليقول إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وحدك لا شريك لك من أراد أن يدفع عن نفسه الكبرياء إياك نستعين إياك نستعين إياك نستعين ثم يختم ربنا بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما معنى اهدنا الصراط المستقيم الصراط نقوله في كل صلاة والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا الصراط الذي يوصل إلى الله وأن هذا صراط مستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراط الله المستقيم هو الذي يسير وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم جاء في بعض التفسير أنهم اليهود والضالون هم النصرى لماذا لأنهم كانوا يعرفون الحق ويبدلونه وقد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وبعض العلماء قالوا هذا الأمر المغضوب عليهم ولا الضالين ليس مخصوصا فقط باليهود والنصارى بل ينطبق على كل من كان عنده علم وتركه اتباعا للهوى فهو مغضوب عليه كل من كان عنده علم ومعرفة وثقة وتركه اتباعا للهوى وللمصالح وللماديات فهذا مغضوب عليه وكل من تعبد بغير برهان وإنما سرم عن الناس فهذا ضال فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر عام للجميع وإنما قيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى لأن الغالب على اليهود أن عندهم علم اليهود عندهم علم عندهم التوراة فيها أنباء وأخبار وفيها أحكام عظيمة لكن ما عندهم عمل النصارى الغالب وعلم التعبد بالضلال فهم ما عندهم علم ولكن يتعبدون الله تعالى على غير هدى لذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنحن أيها الأحباب الكرام كل يوم نصل لله تعالى ونقرأ هذه الصورة المباركة نقرأها على الأقل 17 مرة في اليوم ندعو الله تعالى أن يهدين السرط المستقيم ما هو السرط المستقيم؟ السرط هو الطريق المؤدي إلى الجنة هو جسر ينصبه الله تعالى فوق جهنم لا يوجد أحد ينجو منه إلا من يمر من فوقه كل الناس يمرون من فوقه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هذا الصراط قيل بأنه أحر من الجمر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب هو صراط جسر بين الجنة والنار سوف يمر منه كل الناس من الناس من يمر فيه كلمح البصر ومنهم من يمر منه مثل البرق إذا برق ومنهم من يكون مثل الريح ومنهم من يكون مثل جواد الخيل ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يحبو ومنهم من يقوم ويسقط ومنهم من تخطفه الخطاطيف وتلقيه في النار والعياد بالله لهذا أيها الأحباب الكرام علينا لما نصلي لله تعالى ونقرأ بصورة الفاتحة علينا أننا نستحذر كل هذه المعاني الحمد لله رب العالمين ربك عز وجل يقول حامدني عبدي الرحمن الرحيم يقول ربك عز وجل أتنى علي عبدي مالك يوم الدين ربك عز وجل يقول مجدني عبدي ثم لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي وهي المهمة جدا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم الصراط الذي أنعم به على المنعم عليهم من أهل الإيمان واليقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا معنا جميعا آمين 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 والحمد لله رب العالم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله